السلام عليكم ورحمة الله إخواني الأفاضل أينما كنتم حياكم الله نحن اليوم الأحد 31 مارس 2024 والساعة العاشرة والحدي عشر والربع بتوقيت الجزائر وهذا حديثي إليكم مباشر عبر اليوتيوب وعبر التيك توك أزل فلاون إخواني ساعة 31 مارس والموافق ليوم 21 اليوم 21 من رمضان من رمضان المعظم ونحن في الليالي العاشرة الأخيرة تقبل الله مننا ومنكم الصلاة والصيام والقيام وصالح الأعمال جميعا حديثي إليكم اليوم الجزء الأول نتحدث عن التوحش الصهيوني في غزة وعن المؤامرات مؤامرات تقوم بها أنظمة عربية إجرامية موالية للصهاينة صهاينة العرب وتفجر إحدى هذه المؤامرات وحديث عن مؤامرات أخرى أيضاً وأيضاً قضايا أخرى بما فيها استمرار قتل الصحفيين وتدمير المستشفيات وقتل الذين يحاولون يساعدوا في المساعدات توحش الصهيوني متصاعد ولكن أيضاً خصومات تتصاعد داخل الكائن الصهيوني بين عناصر التي تكاد لا تتفق على شيء في هرم السلطة عندهم نهيك عن انقسامات اجتماعية ومجتمعية ما بين الذين يريدون الإطاحة بنتنياهو والآخرين المتمسكين به وأيضاً ما بين أولئك العلمانيين المتخاصمين مع المتديني الحريديم الذين لا يريدون أن يكونوا عسكراً في جيش الصهيوني هلين بين النقاط وفي الجزء الثاني لحديثنا سنتحدث على خطاب تب مزور أو حديثه ما يسمى حديثه مع الإعلام مع صحافة بعض الناس سموها صحافة زجدور وفي الحقيقة هي صحافة بشع ما عندنا صحافة عندنا عبارة عن أسميهم ما شئت يعني لكن لا يمكن أن بأي حال من أحوال أن تسميهم صحافيين إلا هم إلا قلة قليلة من صحافيين اللي ما عندهمش ولا يترك لهم المجال أكيد في صحافيين جزائريين مهنيين موضوعيين مخلصين للوطن لكن هؤلاء مبعدين عن أي حضور لأنهم باختصار بسيط لا يطبلون للعصابات الحاكمة صحيح نقش بعض النقاط لأثارها بعض الكوارث لأثارها بعض المصائب الجديدة اللي يتحدث فيها وكانه في عالم آخر وبين الموضوعين قد نتطرق أيضا إلى موضوع دولي آخر وهو الخصومة المتساعدة ما بين الروس والفرنسيين وأيضا اتهام الروس للأوكران ومطالبتهم بتسليم قادة المخابرات الأوكرانية على اعتبار أنهم هم الذين يقومون بالأعمال الإرهابية ضد روسيا إذن في حديث عن التوحش الصهيوني وعن غزة من بين أهم تطورات هو إقدام المخابرات المصرية على إدخال عدد لا يعرف بالضبط كم هو هذا العدد لكن عدد من الفلسطينيين المنتسبين للمخابرات الفلسطينية مخابرات عباس ميليشيات عباس إحنا في الجزائر العصابة ترسل الأموال لهذه الميليشيات ميليشيات عباس إذن إدخالهم لا يعرف عددهم لكن الشرطة غزة قالت من أنها ألقت القبض على عدد منه حديث على يدور حسب المصادر ما بين عشرة أو ستعشر شخص من هذه العناصر ألقية عليها القبض أدخلها ماجد فرج رئيس المخابرات أحد المخابرات سلطة عباس هذا عنده مخابرات بلا حساب رئيس أحد المخابرات وهو أهم الشخصيات اللي يريد أن يارث عباس الأمريكان والإسرائيليين يحضروا فيه إذن ماجد فرج هذا دخل هذه المجموعات لكن المقاومة كشفت هذه المجموعات وألقت عليه القبض على بعضهم وبعضهم الآخر ما زال متوارع على الأنظار ولكن لا يعتقد أنه سيكون اللهم إلا إذا فر في اتجاه إسرائيل أو في اتجاه مخابرات السيسي قناعتي ما زال ما تظهرتش كثير معلومات في الموضوع هذا لكن فقط المعلومات تقول من أن مجموعات دخلت من جهة مصر إلى رفح وأن هذه المجموعات خلنا نشوف الخبر كما جاء في وزارة الداخلية في قطاع غزة اليوم الأحد قالت أنها اعتقلت قوة أمنية دخلت مع شاحنات الهلال الأحمر المصري عبر رفح وجرت تنسيق أعمالها بشكل كامل مع الاحتلال وأشارت الوزارة إلى أن القوة الأمنية دخلت إلى منطقة شمال غزة بتأمين من جهاز الشباك الإسرائيلي وجيش الاحتلال إذن قوتين في الحقيقة قوة دخلت من جهة رفح جنوب غزة وقوة دخلت من جهة الشمال غزة الأولى دخلت بالمخابرات المصرية هي التي أدخلتها على أساس أنهم من عمال الهلل الأحمر المصري وأنه ينقلون مساعدات والثانية أدخلها جهاز الشباك الأمن الداخلي الإسرائيلي إلى شمال غزة أوضحت الوزارة قالت أنه تسلل إلى منطقة شمال غزة أمس عدة ضباط وجنود يتبعون المخابرات العامة في رمالة في مهمة رسمية بأوامر مباشرة من ماجد فرج بهدف إحداث حالة من البلبلة والفوضى في صفوف الجبهة الداخلية وأشارت إلى أنه جرى اتفاق بين المخابرات رامالة وجهاز الشباك في اجتماع لهم في إحدى العاصم العربية الأسبوع الماضي مؤكدة أن الأجهزة الأمنية في غزة تعاملت مع هذه العناصر واعتقلت عشرة منهم لإفشال المخطط الذي جاء من أجله شددت وزارة الداخلية في غزة على أنه سيتم الضرب بيد من حديد على كل من تسول نهو نفسه أن يلعب في مربع لا يخدم سوى الاحتلال وفي سياق آخر قالت أيضا الوزارة الداخلية من أنها القتل قبض أيضا على قوة أمنية أخرى دخلت مع الهلال الأحمر المصري وجرى تنسيق أعمالها بشكل كامل مع قوات العدو وقالت إن اللواء ماجد فرج أدار عملية القوة بطريقة أمنية مخادعة وظلل فيها الفصائل والعشائل الفلسطينية مضيفا أن الجانب المصري أبلغ هيت معاب بعدم علمه بالقوة الأمنية الخبرات المصرية التي تحسب الأنفاس قال يوم ما كنا نشعارفين ما نشعارفين ما كون هذو اللي دخلوا التي تسلمت الشاحنات المصرية وأخلى المسؤولية كاملة عنها وقالت أن وزارة الداخلية قالت من أن توجهات من الغرفة المشتركة الفصائل بالتعامل مع أي قوة أمنية لا تدخل غزة عبر المقاومة التي تدافع الوطن ودفعت الغالي والنفيس من أجله ومعاملتها كأنها قوات احتلال إذن هذا أحد أخطر لتابعني هنا يعرفني تحدثت على الموضوع هذا وعلى أنهم يحضروا في عملاء وأن هناك أكثر من جهة من العملاء الفلسطينيين المرتبطين بأنظمة عربية والمرتبطين بإسرائيل كنت تحدثت مثلا على دحلان وارتباطه بالإمارات والإمارات التي هي دولة وظيفية في خدمة الكاين الصهيوني دولة صهيونية هي أخرى فقط هي فقط تسمى الإمارات العربية لكن هي صهينة العرب أحيانا أبشع من صهينة إسرائيل وهناك جماعة السلطة الفلسطينية ويقود هو الممثلة في عباس ونائب ماجد فرج اللي يريد أن يخلف الأمريكان يريد مع إسرائيل يريد أن يكون ماجد فرج رئيس المخابرات العامة الفلسطينية أن يكون بديل لعباس هذا ينسق مع سيسي جنرالات السيسي مخابرات السيسي ومخابرات الأردن ومخابرات السعودية إذن عندنا طرفين طرف السلطة مرتبط بثلاث دول طرف دحلان مرتبط بالإمارات وكلهم مرتبطين بالاحتلال وبالكاين الإسرائيلي طبعا أمريكا أيضا تشاهد المشهد وتنسق وتنظم الأمور هذه واحدة من أخطر الأشياء لأن الحد الآن عجز الكاين الصهيوني اللهم إلا على قتل المدنيين الأطفال والنساء مما أثار العالم جميعا وجعل أن هناك ثورة عالمية غير مسبوقة تجري انتفاضات عاربة في عواصم عالمية ربما بعد قليل نشوف بعضها مساعد ربما يرسلي بعضها أيضا ما جرى في فرنسا في بريطانيا في أستراليا وفي غيرها إذن مظاهرات تستمر ونحن في الشهر في نهاية الشهر السادس يعني بعد أيام من الآن بعد أسبوع من الآن يكتمل الشهر السادس كاملا وندخل في الشهر السابع أما وأن الكاين الصهيوني قد عجز اللهم إلا على التدمير وقتل الأطفال والنساء والمدنيين وأنه ما زالت المقاومة الفلسطينية برغم كل ما حدث من ضمار غير مسبوخ ما زالت تقاوم وهي صامدة صمود الجبال فإن الخطة الأخرى اللي كانت موجودة ولكن الآن يسرعون بها خاصة بعد بعد وجود إشكال في في قضية الرفح ووجود الأمريكيين والغربيين اللي لا يريدون بشاعة ولا يريدون قتل أكثر للمدنيين في رفح مما سرع بإدخال العملاء العملاء اسميا وببطاقاتهم وهوياتهم وفلسطينيين في الغالب لكن الذي يديرهم تديرهم أنظمة عربية أنظمة إجرامية عربية وحتى تتنافس ما بينهم الإمارات متنافسة مع المصريين والسعوديين و يعني فيه تنافس بين هذه المجموعة تحلال متنافس مع عباس لكن كلهم في خدمة الكيان شيء جميل هو أن في كل الحالتين سواء الذين دخلوا من شمال غزة أدخلتهم إسرائيل مباشرة وهم تابعين للمخابرات مخابرات عباس لمرة أخرى دائما سأذكر بذلك أن أموالنا كجزائريين تذهب إلى عباس وميليشياته ها هو دليل آخر لما نقول أن عصابة تبون ومن معاه يكذبون على الناس لأنهم يرسلون أموال شعب الجزائري ليس إلى الفلسطينيين إنما إلى ميليشيا هي في خدمة الكيان والجميع يعرف ذلك يعني لا أحد لا أحد في هذا العالم لا يعرف أن عباس ومخابراته هم ميليشيا في خدمة الكيان دائما نزيد نزيد ونشوفه دليل آخر الفريق الأول إذن دخل من شمال غزة ألقت عليه شرطة غزة ألقوا عليه القبض المقاومة ألقت عليه القبض سواء سموية شرطة أو سموية مقاومة الفريق الثاني دخل من جهة مصر من جهة رفح من جنوب غزة وكشفته المقاومة أيضا وألقت القبض على جزء منه أي أنها وكأنها أيضا فكي كماشة يدخلون من الشمال ويدخلون من الجنوب ويبدأون بقوات صغيرة عندما تتمكن هذه القوات الصغيرة تبدأ بتحريك الخلايا القديمة متع المخابرات سواء المخابرات المصرية أو الأردنية وخاصة متع بعض القدماء الشرطة الشرطة في غزة قبل 2007 كان جزء كبير منها تابع لعباس وطبعا عباس تابع للصهاينة هؤلاء أيضا بدأ إعادة تنشيطهم وإعادة تحريكهم من جديد ولكن الأهم والأخطر يأتي من الضفة الغربية يأتي من الإمارات يأتي من مصر كلهم حضرين لكي يدخلوا وكي يبدأوا يقوموا باغتيالات يقوموا باعتقالات يقوموا بالإشارة على أين يوجد المقاومة أي خونا حركة عملاء وهنا يتضح الدور المصري حتى وإن كان قد أنكروا من أن لهم علم بذلك قال لك حلما نشعر فين شكولي سيطر على شاحنات الهلال المصري مخابرات المصرية تحسب أنفاس الفلسطينيين تحسبها شكولي داخل شكولي خارج ليس فقط من أجل أن تأخذ أموال عليهم ودلهم الشونتاج دلهم لابتزاز باش يخرجوا أو حتى يعودوا باش يدخلوا ولكن أيضا لأنها تقوم بأدوار أمنية السيسي وجنرالات يعرفون وهذا موجود ومنشور في الصحافة الإسرائيلية والأمريكية وفي كثير من الجهات الرصينة حتى لتكتب على الموضوع أن هذه الحرب الذي يخوضها الكيان الصهيوني تخوضها معه أنظمة عربية خاصة المصري والإماراتي والسعودي وعباس والأردن حتى تكون خطابات مختلفة لماذا؟ لأن انتصار المقاومة هو هزيمة لهذه الأنظمة التي تريد التطبيع وتريد الخضوع للصهاينة وتريد الحكم حكم شعوبها بالحديد والنار بالسجون بالقمع بالتجوية بالتعديد بالتفقير بالرداء بالتفاهة بكل شيء إذن الديل ما هو؟ التوافق ما هو؟ لكم الحكم بشرط أن تحكموا هذه الشعوب بأسوأ صورة ممكنة ونحن سندعمكم لكي تظلوا حكاماً والنظام الذي يسقط سنسارع إلى الإطاح بمن أسقطوه ونأتي بمن هو أسوأ منه كما حدث مع السيسي في مصر لكن الأمور تتغير الأمور تتغير إننا لسنا في 2011 و2012 حينما كان الشعوب المنطفضة لا تعرف الصراعات والخصومات ولا تفهم فيها وتعتقد أن هؤلاء اللي في المخابرات اللي كان جيش المصري ساعد للثورة المصرية وأنه وقف مع الشعب المصري الآن المصريين يعرفون جيداً من هو السيسي ومن هم جنرالات السيسي مثل ما يعرف الجزائريين من هو تبون وشنغريحة والجنرالات الذين يذبحون البلاد المصريين الآن عندهم خبرة والشعوب عمواً عندهم خبرة والفلسطينيين عندهم خبرة والعالم تغير العالم تغير إننا في عالم فيه كثير من بؤر الصراع العالمي الحرب الساخنة بين الروس والأوكران ومن خلفهم الغرب الحرب الباردة ما بين الصين وطايوان ومن وراءها الغرب وكثير من أماكن التوتر من حين لآخر توتر صيني هندي توتر باكستاني هندي توترات في أماكن كثيرة جدا عالم تغير والولايات المتحدة لم تعد تلك القوة الإمبراطورية المصيدة الولايات المتحدة هي نفسها تعيش في سنة حاسمة حيث أن أحد المرشحين ترامب يقول إذا لم أفوز فستكون فسنحرق أمريكا لم تكن هناك انتخابات أخرى إذا لم أفوز فيها الولايات المتحدة تعيش وضع سيء وسيء جدا وغزة أخرقت الولايات المتحدة من الولايات المتحدة راحت تدعم هذا الكيان بلا حدود بلا شروط بلا أي شيء ونتمياه يدير كل هذا من أجل المصالح الخاصة مما أزعج الولايات المتحدة لأنها أصبحت إدارة الحرب ضد غزة لا تخدم مصالح إسرائيل وهذا يقوله الأمريكيين ويقوله الإسرائيليين ويقوله الغربيين حلفاء إسرائيل ولا تخدم الولايات المتحدة ومصالحها ولا تخدم الأنظمة التابعة الولايات المتحدة خاصة بن سلمان بن زايد سيسي والملك عبدالله وعباس إذن الأوضاع ليست إننا لسنا في 2011 2012 وليس في 2001 2002 2003 ولسنا حتى في 90 الأوضاع تتغير الإمبراطورية أوضاحها مضطربة داخلية ناهيك عن صراعاتها العالمية صراعات تتعمق وتتعمق مع دول نووية أقلها الصين والروس ولكن أيضا لديها خصومات مع كوريا الشمالية مع إيران حتى مع حليفة تركي لديها في مشاكل لديها مشاكل مع البرازيل لديها مشاكل من حيث لآخر تظهر مع البراكستان أو مع الهند وغيرها لكي نعود هذه العملية عملية إدخال عملاء فلسطينيين من أجل اختراق المقاومة ومن أجل دعم إسرائيل فيما فشلت فيه وأنا لا أستبعد أن الخطة الأمريكية التي يتم الحديث عنها بديلة للخطة الإسرائيلية على رفح أن تكون أساسا بإدخال عملاء فلسطينيين وأيضا أنظمة عربية يعني النقطة الثانية وقد ردت عليها المقاومة الفلسطينية وهي قالت أنها تعتبر أن دخول أي قوات عربية أو دولية بدون موافقة المقاومة الفلسطينية تعتبرها أنها رديف للاحتلال أنها خادم عميل للاحتلال وأنها ستتعامل معها كما تتعامل مع الاحتلال هذا هو الموقف الصحيح وهذا هو الموقف الذي سيرعب السيسي وابن زايد وابن سلمان وعبد الله وعباس وليدعمهم من الخلف لأن والشعوب تعرف وبالتالي على المقاومة الفلسطينية أن في لحظات معينة أن لا تبقى في ذلك الصبر الاستراتيجي على هذه الأنظمة لأن الآن خلاص بالنسبة إليها القضية الآن ستدخل هذه الأنظمة بشكل فضيع في العمل طبعا متسطرة لن تعلن على ذلك هؤلما لما كشفوا هذه الجماعة التي تابع المخابرات الفلسطينية والتي ساعدتهم المخابرات المصرية قالوا لا نعرف كيف جاء وكيف دخل والحقيقة أن الشعب الأردني وإلى حد ما بدأ التحركات في مصر الشعب الأردني فتح لهم جبهة في الأردن ولعلكم تتابعون هذا وهذا هو مقطع ثانية ننتقل لها الآن وهو ما يجري في الأردن في الأردن منذ أسبوع وبعد أن نادت المقاومة للشعوب المحيطة بفلسطين من أن لا تخضع لهذه الأنظمة دون أن تهاجم هذه الأنظمة لكن قالت على الشعوب أن تتحرك للدعم الفلسطينيين سواء في الظرفة الغربية أو في غزة تحركت الأمور أكثر في الأردن وكانت هناك مظاهرات واحتجاجات عارمة غير مسبوقة حتى أكثر من تلك التي شهدتها الأردن في الأيام الأولى لسبع أكتوبر ومنذ أسبوع الآن منذ أسبوع تجري احتجاجات عارمة بعد اليوم الثاني والثالث بدأت المخابرات الأردنية وهي واحدة من أجر من المخابرات العربية على الإطلاق على الإطلاق يعني كلهم مجرمين لكن كي لديهم شوية درجات أعلى في الفضاعات وفي البشعات وفي التعذيب أقدمت المخابرات الأردنية طبعا كانت خطة من متعددة أخرجوا عملائهم مثل اللي عندنا احنا مثلا يخرجوا لك بن جرين انتاحهم يخرجوا لك من يش عارف هذا فلانا فلانا مثل ممثليهم اللي هم على اساس السياسيين قال لك وهذا ومساس بالملكية ومساس بالدولة ومن يش عارف خرج لإعلام الموالي للملكية الأردنية خرجت ولكن الأكثر هو خرج لإعلام السعودي والإماراتي كما لم يسبق له مثيل يدافع الملكية الأردنية ونحن نعرف على سبيل المثال أن الإمارات والسعودية قبل فقط حوالي سنتين سنتين ونصف كلاهما تآمر أحيانا فرادة وأحيانا مع بعض على ملك الأردن وكانوا على بواب الإطاحة به ولحد الآن في مسؤولين أردنيين في السجون الأردنية بعد أن اكتشف الملك ومخابرات الملك اكتشفت الدور السعودي والإماراتي هذه هذا النظامين خاصة الإمارات والسعودي خرج إعلامهم يهاجم المتظاهرين في الأردن ويهاجم المتعاطفين مع المقاومة ويقول لك بأن هذا خطر وأن هذا تدمير للأردن وأن لا تتصور حجم الهجوم خاصة في المواقع وفي الجرائع وإلى حد ما في القنوات أيضاً لماذا؟ لأن عرش يتزعزع لتابعني هنا يعرف أن كنت تحدث في بداية في أكتوبر ونوفمبر بأن غزة ستزعزع العرش وهنا نحن نرى العرش الأردني يتزعزع حقاً وأن إذا استمرت هذه الأمور طبعاً الاعتقالات بالمئات ما بين اللي اعتقلوا واطلق الصراحهم واللي مزالوا رغم في السجون الضرب السب التعذيب القال قبض على صحفيين على أساتذة على أطباء من خبرات الأردنية رعب يسود الأردن ونظام الأردن ومعه الأنظمة المتصهنة التي تدعم وتخشى الولايات المتحدة كتبت كثير من المواقع الغربية خاصة الأمريكية قالت من أن الوضع في الأردن خطير لو يسقط النظام الأردني هذا شوفوا الأردن هذا بلد صغير إمكانياته ضعيفة جداً لكن أدواره خبيثة جداً جداً لو يسقط هذا النظام الأردني ستتسرع عملية تفكيك إسرائيل أحد أكثر الأنظمة دعماً وخدمة للكيان الصهيوني هو النظام الأردني مقابل بقاء الملك ومقاء ملكية فاسدة عفنة وكلام وكلام كثير في هذا الملك لو كنا بدأنا نتحدث عليه أقلها أنه قمارجي إلى درجة لا تتصورونه يبعثر أموال الأردن يعيش في الغالب على المساعدات وكثير المساعدات وهو يبعثر هذه الأموال في مراكز القمار مش هو فقط هو بعض أفراد الأسرة أيضاً مارجية كلهم أو جزء منهم هذا أيضاً أحد الأحداث الطارئة والهامة وبالغة الأهمية في حدث مرتبط وهو الحدث الثالث ليس جديد تماماً لكنه متجدد وهو إطلاق النار أقدمت ميليشيات أقدمت ميليشيات عباس على محاولة القبض على مقاومين في الظفة الغربية واعتقلوا أحد قادة المقاومة وجرحوا آخرين وبعدين زادوا اعتقلوا آخرين وتعرضوا للتعذيب فردت عليهم كتاب المقاومة بياناتها في بياناتها بعد اشتبكات مع الأجهزة الأمنية الفلسطينية الحقيقة أنا أستغرب أنهم يسموها الأجهزة الأمنية الفلسطينية يجب أن تسمى كما هي أجهزة الميليشيات العميلة للصحرين هذا هو أسمى الحقيقي وقد قالت إذن المقاومة إنما أقدمت عليه الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية سلطة عباس تجاه عناصرها فعل شنيع ودنيع يدل على تخاذل السلطات ومعاونة الاحتلال على قتل أبناء شعبنا وطالبت وطالبت الأجهزة الأمنية الفلسطينية بكف أيديها عن المقاومين وقد جاءت هذه المواقب بعد تجدد الاشتباكات في مناطق عدة بمحافظة طول كرم في الضفة الغربية بين مقاومين والأجهزة الأمنية الفلسطينية واندلعت الاشتباكات عاقبة محاولة الأجهزة الأمنية اعتقال شبان من المحافظة وأظهرت مشاهد بثتها منصات محلية فلسطينية مواجهات مسلحة بين مقاومين الفلسطينيين واجهزة الأمنة الفلسطينية في مخيم نور شمس بطول كرم هذا واحد من أخطر المخيمات التي تتواجد فيه المقاومة والتي الكائن الصهيوني يحاول يدخلوا طول الوقت هذه المرة أدخلوا الميليشيات عباس ميليشيات عباس التي تذهب لها أموالنا نحن الجزائريين شوفوا أموالكم يذهب تذكروا دائما هذا وقالت المقاومة أن أي محاولة اعتقال مجاهدين في طول كرم وجينين سيقابل برد قاسي وصريح ودعوا المسؤولين في السلطة إلى وقف ما أسموه بأعمال التفاهة قبل تدهور الأمر كما ناشدوا الشعب الفلسطيني الوقوف بجانب الحق والتنديد بهذه الأفعال المشؤومة لأنها ستقود لحرب داخلية لن يستفيد منها إلا الإسرائيلي وجواسيسه إلا إسرائيل وجواسيسه وأضافوا إن مجاهدين خط أحمر وإن من يحاول المساس بهم سيلقى الرد الأليم وطالبوا الأجهزة الأمنية بكف أيديها عن المقاومين وبالإفراج عن المحتجزين منهم لديها إذن ثلاث خطوات لصهاينة العرب واحدة في الظفة الغربية مباشرة بقيادة عباس ومخابراته الثانية في غزة بقيادة المخابرات المصرية وطبعا معهم مخابرات عباس والدخول عن طريق رفح أو الدخول عن طريق شمال غزة والثالثة في الأردن حيث الإعلام إعلام الصهاينة العرب في دبي والرياض وبوظبي يهاجم بشدة الأردنيين الذين ينتفضون من أجل الحق الفلسطيني الإمارات لديها علاقات عميقة جدا بما فيها العلاقات الدبلوماسية الأردن علاقات دبلوماسية قديمة تعود إلى اتفاقية واد عرب منذ 30 سنة والسعودية علاقات تحت الطاولة وهي قريبا جدا وكانت لو لا 7 أكتوبر لكره فوق الطاولة وطبعا النظام المصري وهو كبيرهم الذي علمهم الإجرام والتطبيع يعود ذلك إلى ما يقارب 50 سنة مع اتفاقيات كامب ديبيد في 78 في نقاط أخرى خلينا نشوف بل إذا جدنا بعض الفيديوهات اللي تتعلق بهذه المواضيع اللي تحدثنا عليها شوفوها على السريع منع المساعدة عادة إرسالها لأنها اختلطت مع فيديوهات تبون وهي كثيرة لكن واحد من المواضيع اللي أيضا يهمنا في هذا الحديث وهذا هذه الاحتجاجات في هذا الفيديو لا تظهر الاشتباكات لا تظهر الاشتباكات ما بين الشرطة الإسرائيلية والمتظاهرين الإسرائيليين ولكنها كان احيانا اشتباكات عنيفة واعتقالات أيضا وهذا قليل في التعامل الصهينا مع بعضهم ما فيهش عنف وما فيهش لكن هذه المرة خايفين لأن هؤلاء بعشرات الألف وذي المظاهرات أصحابها قرروا بأنهم سيذهبون بها بعيدا فقد قالوا في ما نقلت عنهم بعض المواقع أنه في خطوة دراماتيكية لتصعيد الاحتجاجات ضد نتنياهو أعلن أهالي المختطفين الذين شاركوا بمظاهرة مساء اليوم السبت أنهم يخوضون نظالا مدنيا واسعا وقالت شير سيغل ابنة أفيفا وكيف الذين الذاني كان في الأصل لدها حماس بغزة الشعب الإسرائيلي أنها الشعب الإسرائيلي إلى النضال المدني دعته بأن يذهب إلى النضال المدني واسع النطاق وقالت لن نقف هنا بعد الآن ولن نتسول بعد الآن نحن نعلم أن هناك صفقة على الطاولة وأنتم تقصد نتنياهو وحكومت تعرقلونها من اليوم ستروننا في جميع أنحاء إسرائيل سنحرق إسرائيل لأننا سئمنا من كذبكم علينا تقولون لنا أنكم تفعلون كل شيء كلا إنكم لا تفعلون كل شيء وأضافت نطلب من دولة إسرائيل بأكملها أن لا تهدأ أو تصمت وأن تخرج معنا إلى الشوارع إنها ليست شوارعنا فقط إنها شوارع الجميع وطالما لم يرجع هؤلاء الأشخاص إلى منازلهم فلن نرجع نحن قيبا سنخرج جميعا إلى الشارع ونحرق البلاد وتابعت الكنيست سيذهب في إجازة هذا الكنيست حيث انتخبنا الأشخاص الذين من المفترض أن يعملوا لدينا هم يذهبون في فترة راحة ونحن نقول لهم لن يكون هناك راحة سنسير جميعا إلى مقر الكنيست وأضافت لقد مر 176 يوم أي 4224 ساعة سمعت فيها ليري تصرخ أمي وهنا تتحدث هذه مرأة تتحدث على هذه مرأة أخرى تتحدث على بنتها أنقذيني شعب إسرائيل لن ينسى أو يغفر لأي شخص يمنع صفقة ستعيدهم إلينا لقد انتهت الأعدار طبعا هذا تصعيد كبير جدا من أهالي الأسرة الإسرائيليين وهذا يأتي على وقع أنهم يكتشفون كل مرة أن نتنياهو اللي بالمناسبة في هذه اللحظات اللي نحدثكم فيها يقولون أنه أدخل المستشفى لإجراء عملية جراحية مستعجلة وأنه سلم الحكم إلى خليفة وزير العدل النائب انتاعو وأنه سيكون تحت تخذير شامي لعله لن ينهض من هذا التخذير لكن أنا شخصيا أتمنى أن ينهض من هذا التخذير لأن في الحقيقة نتنياهو كما يقول كبار أقطاب الصهاينة داخل إسرائيل وخارجها أيضا نتنياهو أصبح خطر حقيقي على إسرائيل نتنياهو يفكك إسرائيل نتنياهو يدمر إسرائيل هذه العبارات أصبحت تتردد بشكل غير مسبوط لمن يتابعني هنا أيضا كنت علقت في يمكن في نهاية نوفمبر على أحد الذي بعث لي دعاء طويل يدعو فيه على نتنياهو فقلت لماذا تدعو على نتنياهو إن نتنياهو وإن كان يقوم بجرائم بشع وهو الوجه البشع لما يحدث لإخواننا في غزة إلا أنه يقوم بدور آخر أيضا وهو أنه يساهم في خصومات هذا الكيان الإجرامي يعمق الخصومات بين أقطاب هذا الكيان يزيد في الانقسامات الاجتماعية والسياسية والدينية وكل شيء يقسمه ويزيد في تقسيمه وبالتالي هم جميعهم متفقين على تدمير غزة الفرق بينهم أن بعض منهم يقوم ذلك بشكل ناعم أو بكلمات ناعمة بينما نتنياهو يقولها بشكل خشن ويقدم عليها بشكل فضيع فيرى العالم الخارجي حقيقة هذه الإيديولوجية الصهونية الدموية وتوحشها وبربريتها بأفضع وأبشع صورها عن طريق نتنياهو ولذلك لا تعتقد أن خصمك المتطرف هو أسوأ ما هو في خصومك قد يكون هو أقلهم سوء أو على الأقل هو الأبشع في صورته لتظهر للعالم الخارجي التنطع والتطرف يضر جهته قبل أن يضر خصومه إذن يخرج الآن مسؤولين سابقين ومسؤولين بعضهم حتى حاليين وبعضهم من كبار المعارضين لابيد أو غيره ويقولون من أن نتنياهو أصبح خطر كبير ويجب أن نسقطه حتى تنجو إسرائيل من هذا الخطر الداهم الذي سيحق نتنياهو والذي سيفكك إسرائيل أسمعه ما يقول هنا لابيد قال إن هناك شيئا واحدا لابيد هذا قائد المعارضة الإسرائيلية أحد كبار المعارضين ثاني واحد أكبر واحد إن هناك شيئا واحدا يهم رئيس الوزراء بن يامي نتنياهو وهو البقاء في منصبه وتمسكه بكرسيه وأضاف أن الانتخابات لن تشل الدولة فهي مشلولة الآن وقال مخاطبا نتنياهو المعركة مع حماس وصفقة الأسرة وجبهة الشمال والحكومة برئاستك مشلولة وفاشلة هذه من أقل الكلمات التي قالها هذا وقالها آخرين في نتنياهو كثيرين منه الآن يقولون أن خراب إسرائيل سيكتب التاريخ أن خراب إسرائيل كان أساسا على يد نتنياهو إذن على وقع هذه الخصومات والصراعات ما زال قضية الاتفاق مع المقاومة لم تتحقق وخرج اليوم خرج اليوم أحد المتحدثين باسم المقاومة خلي نشوف قال ما فيش مفاوضات قال المفاوضات متوقفة والنتنياهو يتلاعب وهذا زاد فضحه أمام الإسرائيليين زاد فضحة المقاومة فضحة نتنياهو وجماعته أمام الإسرائيليين حتى رئيس الموساد اللي هو رئيس الفريق الذي يفاوض ولكن رئيسهم كلهم هو نتنياهو قال أنه لا يفهم لماذا يتمسك نتنياهو بعدم عودة السكان إلى شمال غزة وأن هذه واحدة من أهم نقاط الخلاف مع الفلسطينيين وأن عودة سكان شمال غزة يجب أن يعوده لأن هذا إلا لم يعود فهذه جريمة في القانون الدولي وقال أنه لا يفهم هذا الطريقة التي يدير بها نتنياهو هذا كلام من رئيس الموساد الحالي ليس السابق أو السابقين طبعا السابقين يشنون هجوم عنيف وعنيف جدا على نتنياهو وربما نختم هذا الموضوع ب ما قالته صحيفة الأوبزيرفر وهي صحيفة أسبوعية تصدر في الويكيند هنا مرتبطة بالجاردين يعني لحد ما اليسار في بريطانيا واش قالت الصحيفة هذه قالت أن المستشارين القانونيين للحكومة البريطانية قالوا أن إسرائيل تخرق القانون الدولي حسب ما كشفت تسريب صوتي من حزب المحافظين وفي حديث لرئيسة اللجنة المختارة لشؤون خارجية في مجلس العموم أليشا كيرنز أثناء حملة تبرعات لحزب المحافظين يعني هي من الحزب الحاكم قالت أن النصيحة القانونية للحكومة تعني أنه يجب عليها التوقف حالاً عن بيع الأسلحة لإسرائيل ونصحت ونصت النصيحة القانونية التي تلقتها الحكومة من محاميها على أن ترسل على أن إسرائيل خرقت القانون الدولي الإنساني في غزة وأن الحكومة البريطانية لم تعلن عن هذه النصيحة للرأي العام وذلك حسب تسجيل مسرّة حصلت عليه الأوبزافر وتظهر تصريحات كيرنز التي صدرت عنها في 13 مارس أنها على تناقض مع إنكار ومراوقة الحكومة للموضوع يعني أن هناك خصومة الآن داخل بريطانيا وداخل حزب المحافظين أيضاً ما بين هذه السيدة رئيسة لجنة الشؤون الخارجية والرئيس الوزراء ووزير الخارجية اللي تسطروا على ما طلبوهم هنا طبعاً ليس العبث اللي عندنا هناك هنا يبقى تختلف معهم وتتفق معهم كمؤسسات فالحكومة عندها محامين قانونيين هم اللي يقولوا لها ما يجب أن يفعل وما لا يفعل في كثير من القضايا الخارجية والداخلية معنا المستشارين المحامين وملزمين بالقانون لازم تسمع لهم واللي ما يسمع لهمش يقدر يدفع ثمن غالي وبالرغم من أن هؤلاء جزء من النظام السياسي إلا أنهم مستقلين عن رئيس الوزراء وعن الوزراء بمعناها ما همش راح يديروا وش يقولهم تبون انتاحهم راح يديروا وش يعتقدوا هو القانون فالمستشارين القانونيين للحكومة قالوا إن إسرائيل تخرق القانون الدولي خرجت هذه رئيس اللجنة قالت إن رئيس الوزراء ووزير الخارجية بما أنه لم يخبر الشعب البريطاني بهذا فهذا خطأ وخطأ خطير جدا هذا الموضوع بكل تأكيد سيكون هنا موضوع خطير وستتلقف أيضا المعارضة وسيكون ونحن في سنة انتخابية على أرجح الانتخابات ستكون في هذا العام أو في بداية العام القادم لكن مرجح جدا في هذا العام وهذا موضوع سيزيد من متاعب المحافظين ومتاعب رئيس الوزراء سوناك ولكنه في خدمة غزة وفي خدمة الحق لماذا يجب أن يخبر الشعب البريطاني ويتخذ مواقف لأن عندما يقولون أن بلد ما يرتكب أفعال خارج القانون الدولي قانونا هنا في هذه البلاد أوتوماتيكيا يوقفون بعض التعاملات معه أولها بيع الأسلحة برغم أن بريطانيا لا تبيع أو على الأقل هذا وشقالوا قالوا أن هذا العام لم تبيع إلا 42 مليون جنيه وورق موصفه زر دفاع جراند شابيس بأنه صغير لكن يبقى عندما يصدر المحامين من أن دولة ما تخترق القانون الدولي على الحكومة أن توقف سواء كانت تبيع جنيه واحد أو تبيع مئة مليار جنيه من الأسلحة هذا هو القوانين اللي عندهم هنا الحكومة هنا في بريطانيا هذا الموضوع بالذات غزة إذ تتسلل لأنظمة الحكم العالمية للحكومات للأحزاب للشعوب غزة إذ يظهر فيها من هو يقف مع الحق ومع المستضعفين ومن يقف مع الطغاة المتوحشين البرابرة غزة ستترك جراح عميقة للحكومات الغربية ستترك أنداب شديدة في الليبرالية الغربية ستعمق أزمة الغرب وأزمة الليبرالية الغربية خاصة وأن واحد مثل ترمب حامل فاس ويهدم في النظام الغربي وآخرين مثل بوتين أو مثل رئيس الصيني أو يتربصون ويتدربون ويتحضرون لهدم الغرب فإذا بغزة جاءتهم كامتحان بدلاً يقفوا مع الحق مع القوانين الدولية اللي هم أنشأوها في الغالب تواطعت أكثر الأنظمة الغربية مع المتوحش الصهيوني وما زالت أكثر الأنظمة الغربية تدعمه بالسلاح صحيح كثير منهم تراجعوا على مستوى الخطاب أصبحوا ينتقدون ينددون هنا وهناك لكن إجمالا غزة فضحت النفاق الغربي كما لم تفضح قضية من قبل إطلاقا وجعلت غزة شعوب بأكملها هنا في لندن خرجت مظاهرات بتقديرات تقول ربع مليون وتخيل أن كثير منهم كانوا صائمين يعني كانوا بعضهم مسلمين أو كثير منهم مسلمين ولكن كانوا أيضا غير المسلمين ربع مليون نحن في الشهر السادس على نهايته مظاهرات في باريس مظاهرات في أستراليا مظاهرات في اليابان مظاهرات في الليات المتحدة مظاهرات تقريبا في كل دول غربية غزة وماذا تفعل؟ خلينا نوريكم فقط مقطع مثلا هنا الأمن الأردني يعتقل ويسحى النساء من أمام صفارة إسرائيل موضوع الأول اللي كنا نتكلموا له هنا طباء أردنية يتقدموا المظاهرة طبعا هذه التحية تجنن الملك ومخابراته وأذنابه وأتباعه كلهم هذه الجماهير الأردنية أيضا هنا تهتف بإسقاط اتفاق السلام إذا القضية تغيرت ولم تعد فقط الوقوف مع غزة إنما أصبحت تدعو إلى الإيطاحة بما يسمى اتفاق السلام اتفاق الخيانات اللي أقدمت عليه أنظمة التطبيع تمنع المساعد أيضا أن يرسلي مقطع كم فرحت بهذا المقطع وهو خروج بعض إخواننا في ورقلة أعتقد كان ليلة البارحة أو ما قبلها من أجل غزة وهذا يعتبر ربما أهم خروج حول غزة لأنه ما نحسبوش تاعة 19 أكتوبر هذا خرجته المخابرات وكان فقط من أجل تنفيس الجزائري يريد المساعدة يبعث لي المقطع هذا أيضا هذه مظاهرات لندن هذا تصوير جوي حوالي ربع مليون خرجوا هذا السبت هذه كلها في لندن هنا أمريكيون يتصدون لسفينة حربية أمريكية كانت تتجه لإسرائيل شوفوا يدخلوا للسفينة ويمنعوها أو يحاولوا منعها من الإبحار داخل الولايات المتحدة هذه مظاهرة في اليابان أمام محطات الخطارات هذه نابل في تونس هذه ألمانيا قمعت المتظاهرين البوليس الألماني يقمع مظاهرة في برلين هنا عودة إلى الشرطة الإسرائيلية واعتقال المواجهات العنيفة مع المتظاهرين صهاينة كانت مواجهة عنيفة وهذه ورقلة كم سعت كم سعت وأنا أرى هذه المظاهرة كانت يوم الجمعة بعد الإخبار على ضعف من إخواننا المنظمين لأنهم طبعا مقموعين ولكن كان خروجا طيبا من ورقلة قلب الجنوب الجزائري حي الله حرار ورقلة أينما كانوا قيل لي أيضا أن خرجوا نساء في وهران لكن للأسف ما جانيش فيديو لكن قيل لي أن كانت هناك مجموعة نسوية خرجت في وهران وكم سعت أيضا بذلك إنه واجب علينا يا إخواني هذا الخروج وهذا التظاهر من أجل غزة ومن أجل فلسطين أولا حتى يشعر إخواننا أن إخوان لهم طبعا كتب واحد خليني نبحث لكم على تغريدة كتبها أحد الفلسطينيين ونقرها لكم كم تألمت وأنا عندما قرأت حقيقة تألمت بالرغم أني عملت لها شير عملت لها بارتاج كما يقال إلا أني تألمت بشدة لأنه كتبها متألما هذا الفلسطيني كتبها متألما يقول فيه وهذه الآن شفوها أكثر من 699 ألف لمن يريد أن يرجع لهذا لتنعطي لكم حتى الأسم أسمه تامر بلد عربي هو الأحب على أهل غزة علمه لم يفارق لا مظاهرات ولا مسيرات ولا اعتصامات حدثت في غزة لا يختلف عليه شخصين في حب شعبه هو في حب شعبه أي عشق أهل غزة حب شعب الجزائري لأهل غزة واليوم لم نشاهد حتى مظاهرة واحدة تسير في شوارعها خيبة أمل وصدمة كبيرة عتاب الأخوة هذه التغريدة قام بالبرتاج تاحها حوالي 700 ألف أو بالمشاهدة تاحها البيو حوالي 700 ألف وقام بالبرتاج تاحها 756 والكوتس 209 والبوك ماركس 227 واللايكس 1300 هذا فلسطيني يعبر عن ألم كيف لا يخرج الشعب الجزائري وأهل غزة وشعب غزة وشعب فلسطيني يحب هذا الشعب وهم يعرفون أن الشعب الجزائري يحبه آه لأنه لدينا عصابات منافقة إجرامية تحسب كل صيحة عليها تخشى أن يخرج الشعب الجزائري من أجل غزة فهم يشعرون بأنه سيكون ضدهم أو يخافون أن تخرج شعارات مخابرات إرهابية تسقط المافيا العسكرية وستخرج هذه الشعارات ستخرج لماذا؟ لماذا هذه الشعارات ستخرج وستعود شوف وشوقع هنا شوف وش يقول أخونا هذا اللي زار والده راح هو أمه وشقيقه زار والدهم أو زار والدهم والوالد عمره 67 سنة 67 سنة شوف وش يقول قمت بزيارة والدي عبدالقادر سليماني صاحب 67 سنة والمتهم بالمادة 87 مكرر اليوم رفقة شقيقي ووالدتي بعد منعنا لأسابيع من زيارته حيث وجدناه في وضعية كارثية وأثار الضرب بادي على وجهه وأسنان مكسورة وقدماه منتفخة وقدم منتفخة حيث أخبرنا أنه تعرض للضرب المبرح على وجهه وقاموا بدهسه على رأسه بالأرجل بطريقة جد مهينة كما قاموا بتجريده من ملابسه وتكبيل يديه والبسق على وجهه وضربه بدلوين من ماء المرحاض البارد والفلقى كما تمت إهانته عن طريق السب والشتم وتهديد بعائلته كل هذا تم من قبل مدير ورئيس الاحتباس الجديد المدعو كريم بسجن البوليدة حي دريوش أي حنطوشا يناشد والدي كل من لديه ضمير حي أو ذر من الإنسانية من أجل إيصال الظلم الذي تعرض له يناشد الحقوقيين وأصحاب الضمائر الحية وإنصافه في السجن فالسجن يسلو بالحرية ولا يسلو بالكرامة والمعاملة الإنسانية وفي الآخير لا يسعني إلا أن نقول حسبي الله نعم الوكيل هذا ابن راح زار والده والوالد يسمى سليماني عبد القادر سليماني عمره 67 سنة وهاهي باختصار كيف وجدوه صهاينة الجزائر يقمعون ويقهرون أحرار البلاد يعذبون داخل السجون يعتقلون بدون حق إبراهيم الإعلامي والأخ رياحي ومحمد بن حليمة ومحمد عبد الله ومصطفى قيرة وقاضي إحسان وقائمة طويلة طويلة جدا من الأحرار المعتقلين المسجونين وبعضهم يتعرض للتعذيب بل أن هناك من هو معتقل منذ أكثر من ثلاثين عام من تسعينات وبعضهم كان كتب في الحائط رأيه أو اتهموه ظلما منذ تسعينات كثيرين ماتوا داخل سجون الجنرالات المغفرة الإرهابية الذين سجنوا في التسعينات أكثرهم اليوم تجاوز الخمسين وبعضهم تجاوز الستين وبعضهم تجاوز السبعين كثيرين منهم فقدوا السمع بعضهم فقد البصر بعضهم فقد رجليه أو رجل قطعت رجل وما زالوا يعذبونهم داخل السجون ويكفي أن يقضي الإنسان تخيل ثلاثين سنة من عمرك عندما أسمع هذا الرقم أشعر بال فزع فأنا منذ حوالي ثلاثين سنة وحارب هذه العصابات أشعر أنها قرون مع أنني بحريتي مع أنني أقول ما أعتقد أنه الحق مع أنني لا أتوقف على مواجهة هؤلاء الطغاة تخيل لره مقهور ومسجون ويعذب ومريض ومتعب ومرهق ويأتوا بعض الليفويو لدائرينهم مسؤولين في السجون ويعذبونها هؤلاء الرجال هؤلاء الأحرار إنها مسؤوليتنا جميعا ومن فيش واحد عنده عذر ومن فيش واحد يقول ما نعرفش أن نواجه هذه العصابات على الأقل ليطلق صراح الأحرار سواء أحرار التسعينات أو أحرار الحرك قد نضع الملف الروسي والفرنسي جانبا حتى يبقىنا شوية وقت وراني نشوف راني نقترب من ساعة للحديث أو مناقشة بعض ما جاء في ما سمي ما سمي ندوى صحفية لهذا الشخص ندوى صحفية ندوى صحفية أنتع مئة ألف أكتار سيكالويلة يبسي بريزنو ندوى صحفية مئة ألف أكتار كيف نبدأ لأول مرة نحاول ننتج الغبران تالحالي بعدنا ما سمي ما سمي ما سمي نستطيع ما نعرف كيف ندير نستنجد بالأشيقين نستنجد بالنس اللي يعرفوا وخلاص المهم الفلاحة اليوم دخلت في وأعتقد أن لما قطاع الفلاحي بالأمور البداية اللي رغم فيها لأنكين الناس لها تنتج سبعين قنطار في أكتار وكان ما زاد يدور في عشرين خمسة وعشرين ولكن قهد شي كله حسب الإحصائيات الفلاحة وصلت خمسة وعشرين خمسة وثلاثين مليار دولار ننتج دخل وفلح اليوم رأى عندها نصيب والله لا قلبي مليء بالأحزان بالرغم أنها أحزان لأول مرة ربما أشعر أنها أحزان ولكن جاية جاية الأفراح بإذن الله على غزة يعني أحزان عميقة يعني ونحن نرى قتل إخواننا بهذه البشرة لكن هذا عندما أسمعوا يتحدث يتملكني أحيانا ضحك هستيري قبل ما ندخل هنا استمعت إلى بعض المقاطع زوجتي كانت دور جبت لي الشاي لأخير يلقى نضحك ضحك هستيري هذا الشخص بعد حوالي خمس سنوات ما زال يقول بشعات ويقول واحد الأكذيب ويقول واحد الكلام أولا في البداية سمعتوه يقول بعد ستين سنة نستعينه بالأشقة وبالآخر ما نعرفش نستعينه يعني بعد ستين سنة ما زلتوا تستعينه هو المفروض تتنحى وقع كما قال الشاب جزائري ما زال رح تستعينه بالمناسبة أذكر هنا قضية رح ندخلوا الآن في الموضوع أذكر قضية أنه فيه بلد شقيق رح يديرنا مزرعة ويستصلح لنا مئات ألف هكتار ما أذكر شكون هذا البلد أنا أقول لكم شكون هذا البلد هذا البلد هو السعودية سعودية في السينات والسبعينات والثمانينات كانت تطلب المساعدة الجزائرية في البترول في كثير من القضايا كانت تطلب المساعدات الجزائر في قضايا متعددة خاصة في القضايا البترولية وغيرها الآن السعودية تقدمت كثيرا وأنا رغم انتقادي لقيادة هذا البلد اللي يسمينه السعودية ظلماً وعدواناً قيادة إجرامية ولكنهم في بعض المجالات رحوا بعيد سعودية رح تبعيد في الفلاحة الزراعية جاية السعودية تقدرنا مئة ألف هكتار وش يقول هو دارك تسمعوه وش يقول يقول باللي من 83 كان عندنا مشروع في الجزائر من 83 باش نديره استصلاح لتلاثة مليون أو تلاثة مليون ونصف هكتار من الأراضي الزراعية كم أنجزنا في 41 سنة اللي هو جزء منها من هذه من هذه الحكومات كلها مئة ألف هكتار بينما السعودية ربما في الأسباع أو الأشهر القادمة تستطيع حتى تحضرنا مئة ألف هكتار في أدرار الحقيقة أننا ما كناش نحتاج السعودية كاين جزائريين في الواد في بسكرة في أدرار في عين صالح في القرارة في تقرد في أثبتوا وأنتجوا زراعة صحراوية عالية ولكن لدينا إدارة إجرامية تعبهم قلهم العرقيل تطلب منهم الرشاوي تضيق عليهم تبيع لهم بأسعار ما تخليهم شي بيع وكما يجب إلى آخره إلى آخره وإلا ما تحتاج للسعودية ولا أمريكا ولا غيرها خلينا نشوفوه واش قال وناقشوا بعض النقاط وكوارث مجموعة من الكوارث خلينا نكملوها قريب 18% تعد دخل قومي اسمع هنا وشي يقول نفلاحة وصلت قردام 35 مليار دولار إنتاج داخلي نفلاحة اليوم را عندها نصيب تعد ما يقارب 18% تعد دخل قومي خلينا نحب سغنة هنا نحب سغنة هنا نصينا عن قال لك الفلاحة نتجة 35 في الأول قال 25 بعد صلح قال 35 مليار دولار وهي تساهم بذلك في 18% من الدخل في دخل المحلي الخام أولا إذا 35 هي 18% معناها الدخل المحلي الخام ها أعطانا فكرة غير مباشرة راه يدور في حدود 170 180 مليار دولار نحتفظوا بهذا الرقم اللي نحن نحتاجه فيما بعد هنا يقول باللي الفلاحة ساهم 35 مليار تعرفوا أنه قبل سنتين كنت ناقشته لما جاء قال لنا الفلاحة تشارك ب25 مليار دولار في سنتين ونحن نعرف أن الرقم 25 مليار دولار مبالغ فيه مضخم مضخم جدا لكن قالوا وكروا الآن ما ولدش 25 مليار دولار ولد 35 مليار دولار دعنا نفترض أنه قبل سنتين واشقال 25 كانت صحيحة وهي لم تكن كذلك هل يعقل أنك في سنتين تضيف 10 مليار دولار إلى 25 في قطاع عرف كوارث وما زال يعرفها والأسعاء والدليل دليل استيراد الدجاج واستيراد البيض واستيراد يعني هذه كلها تدخل في القطاع الفلاحي أو جزء من القطاع الفلاحي الدليل هو أننا نشري في الدجاج والبيض واللحم وأشياء أخرى كثيرة وصرت أزمات والدجاج والناس تشري فيه 50 ألف وصل حتى 60 ألف في الجزائر كيف تكون هذه الفلاح التي شاركت ب35 مليار دولار وباش الناس ربما اللي معرفوش معناها 35 مليار دولار رأنا نتكلم على 700 ألف مليار سنتيم بسعر السوق 700 ألف مليار سنتيم فعاش معناها 700 ألف مليار سنتيم 900 ألف مليار سنتيم لأخ تكون كارثة لو أن الفلاح هذه تشارك 700 ألف مليار سنتيم والبطاطا تباع 10 ألف 11 ألف هذي الأيام والمواد الخضار البنان كما قالوا هما يتباع بـ 40 ألف وانيش عارف كم التفاح أسعاره أغلى من أوروبا والجودة التاعه أسوأ من جودة ربما من الصومال لكن خلينا في نفس الخطاب باش ما يقول لك شراه ربما خطب قبل عام ونسى عاود يكذب في هذا الخطاب بالذات خلينا نرجع واش يقول على الفلاحة هو بالذات هنا رأى وقتال 35 مليار جون من الطاقة تقارب 3 ملايين 3 ملايين ونصف أكتار في الجنوب مياه متغفرة العمليا طلقت 83 إلى يومنا هذا أكتر يومنا ملايين لمنطس 100 ألف أكتر المشكلة هنا لمنطس 300 ألف أكتر ودورة ننتج ننتج كارابة المترجم للمترجم لتجركين وليس كيس جديد كيف يتقال فيها أولاً من ثلاثة لتجربة الإعرقل التجربة الإعرقل تعالى فيها في التجربة العروضة وفي وفاوات التجربة وفي أساعدة التجربة وفي أساعدة لهمتنا هنا أكثر لأن هنا يدخل في بعض الأمور التقنية لكن اللي همتنا أكثر هو أنه يعترف باللي من 83 ما قدرش يستصلحه حتى 100 ألف هكتار لكن كي النقطة أخطر وهي هذه نبدأ لدي أحصار حقيقي حبوب بوكويات نواشي إلى الأخير أصجار مثمرة لا نحن لدى الأرقام الحقيقية نحن 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 لدينا أحصار نحن احتر الشي اللي نشروه الاستيراد التالوحهم الاستوراد على السبب إمكانيات المالية وليس على السبب الحاجيات الحقيقية أعلاه لأنه لا يعرفوا الحاجيات منها لا يوجد إحصائيات لا يعرفون أي شيء سوف نضرب برك هكذا في الخطأ طيب إذا كنت تتاتون إذا كنت تضرب في الخطأ برك وليس لديك إحصائيات كيف أعرف أنك لديك 35 مليار كيف أعرف أنك لديك 35 مليار دولار من جهة لا يوجد إحصائيات وليس لديك ماذا تنتج وما لا تنتج وقال له أننا لا نستردوه ولا نحتاجوه نستردوه لدينا أموال ولكن لا نعرفين ماذا نحتاجوه وماذا لا نحتاجوه كذبة كبرى في نفس الحديث والحديث مسجل يعني لو واحد منهم من المساعدين اللي قاعدين يرفدوا بشكارة في رئاس الجمهورية وأكثرهم يشتغل ينهب من عند كبار تجار وينهب في وينهب في الوزارات وينهب في الأموال لو كان واحد برك من اللي ديرهم مستشارين والخطاب مسجل يقول له بحبس رك عطيت رقم باللي حنا الفلاحة دخلتنا هذا العام يعني قصد 2023 شاركت ب 35 مليار دولار وبصع رقم قبلها أو بعدها قلت باللي ما عناش إحصائيات في الفلاحة ما عناش عارفين دعونا نعود نسمعه باش نتأكدوا يعني أو ندير إحصاء حقيقي لي ليتروا انتعنا الفلاحية سواء كانت حبوب بقوليات نواشي الأخيرة أسجار مثمرة ما عناش العرقام الحقيقية نحن سيري نتطان أنا قلت لها في ميرالا باللي احنا نحتر الشي اللي نشروه هذا الاستيراد التالوحهم نستورد على حساب إمكانيات المالية تانا مش على حساب الحاجيات الحقيقية تانا إذن لازم الرقمنات العبدور إن شاء الله ننتهي من الرقمنات وننتهي من الإحصائيات لكن أعطينا كيفاش وصلت إلى 35 مليار دولار وقبل سنتين كنت تقول 25 مليار دولار هكذا أرقام أرقام بارك يقول بارك كنجا رئيس بلدية يخاف للناس البلدية يحسبه يقولوا أنه رئيس الدولة ورئيس الجمهورية ووزير الدفاع ومن يشعار في القاضي الأول ويقول بارك طيب في قول بارك خلينا نزيد نشوف واش يقول بارك قالك نتمنى شوف هالي أرقام بارك أرقام بارك من المفروض نتمنى ان شاء الله نتمنى باش هذا الأسعار ما تجاوزك القدرة الشرائية الأسعار هذا العام ما تجاوزك القدرة الشرائية على المواطن والناس تشري في الحم 250 ألف و 260 ألف والمستورد كثيرين منه قالوا لا تكل مرة الماضية كنت أشرت لكم إلى سيدة قاتل بأي شرائت أمها وقاتلها بأي لا تكلش و لا تكلش بعثت لي سيدة قاتل لي قاتل لي أنا شريته و ارميته وربما بعض الناس شرائوا ويجعوه لكن يوريلك واليومين هذون الناس في الجزائر مجايبين صور انتع دجاج حلال لكن دجاج حلال براسه فمعلقين عليها يعني بالاستهزاء قال لك وقيلها قام بعملية استشهادية وبالتالي ما تنحش رأسه يعني مش تعرف بالي كثير من هذه الأمور المستوردة راه إله حلال لهم يحزنون لكن الغريب في الأمر هو أن هذه الصور فضحتهم لأن دجاج برأسه مميت وجايبين يبيعون فيه على أساس أنه حلال خلينا نتجاوزها قال لك الأسعار هذا العام والصحفي يزيد له قالوا الأسعار هذا العام جيدة قالوا كان في متناول متناول للناس قالوا وإن كان فيه وفرة وفرة تحت كل مواد كل ما هو مستورد غير المنتج عندنا فهو موجود بوفرة إذن قال لك نتمنى الأسعار ما تنقاش بركة في مرمضان كما هكذا خلينا نشوفوا بعض الناس وش يقولوا الأسعار وقبل ما رحوا الأسعار ربما يتكلم على هذا اللحوم ربما هذا اللحوم كانت متوفرة ورخيسة هل أقوم بالسرع هل هذا هو جميع مضحة هل تتمكن بمضحة هل تشاهده مصدر مصدر هل يتمكن بمضحة هل تتمكن بمضحة هل هذا هو جيدة وهران وهنا خلال حريض كما يتمكن هناك مضحة وكما يتمكنون لأسعار وقالوا لي في الحقيقة مهوش برك الأحميرة اللي ذبحت بهذه الطريقة وتباع على أساس أنها الحم غنبي أو الحم بقري أو القطط القطط راي تذبح وتباع على أساس أنها آراني والجيفة نعاش الجيفة يذبحوهم وقال لها حلال أو دجاج مات مريض أو يذبح ويباع هاي علاش الأمراض منتشرة بشكل فضيع في الجزائر لماذا؟ لأن الرقابة إلا من رحمة ربك أغلبية اللي مارسوا الرقابة هم مشتركين في الرشوة ويقدر يجي واحد يقول لك طيب هذا مش شعب لا هذا مش مش شعب هذا موظفين وبما أن رأس الإدارة فاسد رئاس جمهورية الوزراء الوزارات فاسدة فطبيعي جدا أن تكون الإدارات المحلية أفسد إلا من رحمة ربك عندما تطيح في واحد يخاف ربي فيحاول قدر الإمكان أن يكون نظيف وعلى قول صاحبهم لازم تكون نظيف باش تحارب الفساد تبون ما يقدرش يكون نظيف باش حارب الفساد ستين سنة هو الفساد على القل شيء منذ منتصف السبعينات إلى الآن خمسين سنة هو الفساد ها هو ثاني هذا هو الحمر الخيس اللي يتكلم عليها تبون اللي هو يناسب القدرة الشرعية يقالك يتبع ب120 130 ها هو زيدي عمق هنا شوف يقول له ما هو سر هذه الرحمة في رمضان يعني إما أنتم إما الشعب رهي كذب والأسعار رهي للأرض ويرفد على روحك وكين الرحمة وكين أسعار الخيسة والحمر خيس وبطاطر خيسة والججر خيس أو هذا السيد رهي عيش في عالم آخر عيش في عالم نتعليه هو يجيه كل شيء باطل هو والمستشارين والأذنب واللي معاه يجيهم كل شيء باطل فهو مش عارفين أصلا الأسعار اسمعنا وشيكوة بشهر باش نجو في الموعد مع رمضان أما الباقي أعتقد أن المنتجين بعض المنتجين اللي بدأوا يبيعوا في الإنتاج تحهم مباشرة المواطنين بدون وسطة تلاحظوا صحفي يقولوا وراه السر طبعا اللي معاهرش الفرنسوية مش قادر يفهم مشكل صحفي يعني هنا باش تسمع هذا الحديث تعتبوا لازم تتقين العربية والفرنسوية والدرجة أيضا لأنه أيضا كون يكون واحد يعرف العربية والفرنسوية بسه ما يعرفش الدرجة ما يفهمش فأنت عندك ثلاث لغات في هذا الحديث وهذا يوري لك مرة أخرى على التخبط لأن كل خبراء الاتصاب يقول لك لازم تعتمد لغة أساسية في الخطاب مرة مرة تذكر كلمة هنا توضح كلمة هنا لا ممكن بسعان يكون نصفها عربية نصفها فرنسوية ثلث الآخر درجة أين رايح؟ الذي يعرف العربية لا يفهمك الذي يعرف فرنسوية لا يفهمك الذي لا يعرف لا العربية لا الفرنسية لا يفهمك أين رايحين؟ خلبطع خلبطع لذلك الناس لا يسمعون له لكن صحفي صحفي يتجاوز حدود التطبيل والشيتة كما يقول الشعب جزائر يقول له سيد الرئيس كان كليمونس كان رحمة في هذا رمضان في الأسعار باطل دنيا باطلة رحمة وشنو هذا السر؟ قال له هذا الرحمة مش ناش إلا في 2017 لما كنت أنت وزير تجارة بارنتيري كنت وزير تجارة بالنيابة والآن في 2024 فتببون طبعا يدخل قال له نحن نالي ندرنا وعملنا لكن هو في الحقيقة هذه إيدانة لتببون من طرف صحفي جاي يشكره لكن آدانه دون أن يشعر لأن تببون لم يبدأ الرئاسة في 2024 حول 2020 وال2021 وال2022 وال2023 لو افترضنا أن 2024 كانت كليمانس في الأسعار كانت رحمة في الأسعار لو افترضنا باش يوريلك المستوى ثاني تعال الصحفيين مستفى ردي بائس يعني راكم بركة كثير منكم يتابع القنوات الأجنبية ويشوف أحيانا كيفاش يتكلموا مع المسؤولين الصحفيين وتشوف احنا هالصحفيين اللي عندنا واحدة نوعية ومع ذلك جايش يشكره فضحه لأنه قال له أنت ثاني الأسعار هي في 2017 كانت رخيصة مش عارفش كون ليش هدلوا في 2017 كانت رخيصة قال له خدش لأنك أنت كنت أنا ذاك وزير تجارة دعونا نزيد ونشوف الأسعار الرخيصة هذي نتمنى على المساعد يعود يبعث لي المقطع اللي يتعلق بتجار أو الناس اللي كانوا في رحبة الزيتون في لغوات ويتكلموا على الأسعار أراك بعثتها لكن راهي اختلطت عليها في كثير من الفيديوهات باش نسموا الأسعار من فم الناس داركي داركي جينا هذا المقطع آه 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 خيارات كل خير والصحب أسعار قاني بالنناشظر يوم ويوم يوم الز�적 من خضير الفيديوهات الخيصة ما كنت منيش قانشوفه ب pouبيب عينينا برك قانشوفه بمّا ندلو حبه 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 آه على عبال officer غزي خمسين الف أه أي uno كيف سوف نعيش؟ زيت جميلة خروف برك خروف زيت جميلة أتبون قال لكم الأسعار رائع خيسة وإن شاء الله تستمر برك في رمضان تستمر هذه الأسعار سمعت أحد يتكلم ثم قال لك ولينا نشرب الحبة حبة تشينع حبة قرص ليم ليمون وممكن أن يشرب حبة بنان وحبة تفاح هذا اللي يلبس لأن تفاح بستين الف مانين الف يعني الحبة ممكن تسقام له بمبلغ خاصة مع انهيار القدرة الشرائية لكن تبون قال لك إن شاء الله هذه الأسعار تبقى حتى خارج رمضان لأنه لا يعرف حقيقة الأسعار ولا يشتري لا هو ولا المساعدين ولا المراقبين ولا السوق ولا كل شي يأتي باطل ويأتي من أوروبا أصلا لا يأتي من الجزائر يعني إذا كان سردين الناس لا يمكن أن تشريه سردين لذي كثير من الشعوب والبلدان ترميه البحارة عندما يسيدوا السردين يعودوا يرموه لا يكلوه إذا كان دجاج الناس وليت مرات تحسب بشيروا نصف دجاجة وكذلك يقسم ماكلاه بمثير من ضع لكن هذا هو لما يكون الحاكم منقطع تماماً عن الواقع عن الحقيقة حتى نهار اللي تقوم عليه الثورة ويلقى روحه معاه ويحيا ويلقى روحه ويحيا كان يقول نفس الكلامه أسوأ وكان يقول الدولة موجودة الشعب ليس سيخرج ويلقى خرج الدولة موجودة العصاة موجودة لكن وراه ويحيا الآن ليس سيتعلموا المفروض جاتوا من فرصة الحركة هذا باش يتعلموا باش ميعودوا يشارتكبوا نفس الأخطاء فإذا بيتبون كارثة مقارنة مع ويحيا بيتبون كارثة هذا كارثة في الحديث كارثة دعونا نشوف له كارثة أخرى باش ما نبقاش في الملف الداخلي كين ملف الداخلي نجيب له نقطة فقط اللي هو وين يتكلم على على 400 مليون 400 مليار 400 مليار نتمنى على المساعدة عود يبعث لي المقطع اللي يقول فيه الاقتصاد راح يتضاعف من 200 مليار أو من راح يتضاعف إلى 400 مليار دولار في خلال سنتين عود أرسل لهذا المقطع لأن باش نمر إلى الملف الخارجي وإلا راح نزيد ساعتين هنا لو كان نبقى الناقش كل النقاط اللي لتعرض عليها هذا الإنسان هذا التافه أقل ما يقال عنه أنه تافه وسفيه أقل ما يقال عنه ها هي وفرة السلع باش نبقى في وفرة السلع ها هي وفرة السلع قوة ضريبة سبعة أصبار شهر رمضان وإلا شهر على الحديث فين وربا وشراء جزاء المستهدفة ها هو مكان آخر ها هو مكان آخر مسكين الإنسان في فلاكو منزعج أنه يبهدله المرارك كما قال هو الحقيقة نقوله المغاربة يعني كلمة المراركة هذه ما لازمش تقال صح هي بالفرنسي الماروكا بالصح بالطريقة هذه تبدو كأنها ما هيش كلمة ولما أخوك ما تعجبوش كلمة أو شيء أو حاجة ما خاطبوا بالاسم اللي يعجبوا هذا خوتنا أشقاءنا المغاربة ونحن شعب واحد فأخونا هنا مسكين منزعج أكثر من أنه يبهدله المغاربة أو المراركة كما قال هو مع أنه مسكين نراه هذا من الحياء لأنه يشعر بالألم الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله حمد لله وبعد المعاناة طويلة في طوابير يزيد طولها حوالي عشرة أمطار تمكنت أخيراً من الحصول على كسيني من الحليب وأنا جده فرحان والحمد لله رب العالمين تحية الميتربور وتحية الجزائح كاميراً 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 هذي مقاطع في اللي الناس قدر يصوروها طبعاً يقدر يتواجد الحليب في أماكن أخرى ويكون موجود ممكن لكن لما يخفي مدينة واحدة هذه كارثة عندهم أكثر من عشر سنين غارقين في موضع الحليب وياليته كان حليب حقيقي حليب غبرة وكثير ما يكون أعزكم الله حليب فايح وكثير ما يكون شكارة فيها نص ريتلا بدل الليترا وكثير ما يكون الماو يسموه بالجزائرية الماو صغاريت يعني رحت الحليب فيه ما هذا البؤس رنى في 2024 ما هذا البؤس ما هذه الكارثة وزراء بلا حدود بما في المتابون منذ أقل شي عشرة سنوات ومشكلة شكارة الحليب هذا لا تتحدث عن الحليب البقرة ولا الحليب المرتفع ولا الحليب الماعز تدخل أي محل في أوروبا أي محل دارك أوروبا هذه ما عيش في المريخ أو فيما وراء المريخ ومرت حتى ليش في أوروبا مرت في بلدان شقيقة تدخل أي محل تلقى خمسين نوع تحليب مرة أحد الأفاضل منزعج دائم من موضوع الحليب لما سافر تخلي المحل وصور لي قال لي ها هو عندك الحليب قلت لوني عارف أنا عايش هنا أماكن تلقى فيها سبعين نوع تحليب كل أنواع التي تتصورها واللي لا تتصورها نحن ما زال غارقين دولة كاملة غارقة في كارة الحليب أعطي أيضا أعطي المحل طيب لا تتصل على الملفات المحلية سأذهب إلى الملفات الخارجية وربما نعود أن أعطيه لدينا وقت أعطي هذا هذا شيء يقول هنا. نمو بربعة فاصل ثنين في المياه ربعة فاصل ثنين في المياه حقيقية. باعتراف من الهيئات الدولية معنا هنا في طريق صحيح. يجب أن نواصل باش نوصل إن شاء الله في الفين وخمسة وعشرين نهاية الفين وخمسة وعشرين بداية الفين وستة وعشرين. نمو باعتراف من الهيئات الدولية. 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 نحنن تسايا ؟ ولكننا حتى تصل إلى ما يوته باستفادة 2026 إلى ما يجب أن نعلمها فإننا أن نقوم باستفادة 47% ونعلمها بأننا نكون بقيتا أستطيع أن نتعرف لما تصمع سيقول أقول بللي من هنا في البداية قالوا نهاية 2025 بداية 2026 بعد قالوا الصحفي نهاية 2026 أحب أن يزيد له أشهر قالوا منتصر في 2026 يعني سنتين من هنا إلى سنتين يدوب لي وما هو البرودوين انتيريور بريت ما هو البرودوين انتيريور بريت ما ينتجه بلد في سنة ما ينتجه بلد في سنة بيترول وغاز وقمح وفلاحة وصناعة وكل شيء كم هو هذا الدخل وخدماته كل شيء صناعة فلاحة مناجم خدمات كل شيء كل هذا الشعب نحن نحن 50 مليون جزائري نحمنهم حوالي 6 مليون في الخارج حوالي 44 مليون جزائري في الدخل أو 43 مليون وشوية ما حالي ننتجه؟ ننتجه في 200 مليار بالمبالغة الحقيقة الرقم الحقيقي هو في حدود 182-184 مليار دولار رقم ضعيف جداً كيف تعرفوا بلي رقم ضعيف جداً؟ يساوي 1% من الاقتصاد الأمريكي 1% يساوي أقل من 10% من اقتصاد كوريا الجنوبية مساحة الجزائر 24 مرة 23 مرة أكبر وعدد سكان الجزائر يساوي أو أكبر قليلاً من كوريا الجنوبية أقل من 10% بكثير آخر دولة في أي دولة صغيرة ضعف أو 3 مرات أو 4 مرات لو نأخذوا مثلاً بلد مثل صنغافورة مثلاً بلد صغير هكذا مساحته أقل من ما بين البليد أو بوفاريك أقل من 700 كيلويت المربع ضعف الدخل أنت على شبه قارة هذه تعالجزائر والدخل أنت على أساساً من جاي؟ بيترولو غاس أساساً يعني الكارثة الأخرى مع ذلك المشكلة ليس هنا الآن المشكلة عندنا دخلنا أقل من 200 مليار دولار دعونا نبالغوا نقلوا 200 مليار دولار واختاش في 2023 يريد هو أن يوصلوا وقال لك أن يوصل إلى 400 مليار دولار في ظرف كم؟ ثلاث سنوات على أقصى تقدير ثلاث سنوات الدوبلي البيبي ثلاث سنوات تضاعف مئة في المئة الدخل الخام؟ أرقب عقلك أو لا؟ لازم لك نسبة نمو تزيد عن 25% 25% بمعنى العام الجاي يولي 250 مليار دولار العام اللي بعده يولي 320 مليار دولار العام اللي بعده يصل 400 مليار دولار معناها نسبة نمو ما بين 25% إلى 30% هو هنا يقول أن نسبة النمو هي 4.2% هذه نسبة مبالغ فيها مرة أخرى ما خلينا نحتفظ باللي راي صحيحة النسبة هذه نسبة النمو 4.2% طيب نسبة النمو 4.2% معناها سنزيد هذه أرقام هذه الآن ما هو شرعي معناها في 2024 بـ 4.2% نزيد 8 ملايير و 400 مليار دولار دعونا نقوله 10 ملايير تولي 210 العام اللي بعده قالوا قالوا هذه النسب لأن هذه نسبة مرتفعة 4.2% نسبة مرتفعة جدا وما نحق فيها في الحقيقة روي يكذب لكن معلش خلينا نقوله راي يقول في الصح العام دونك في 2024 زيدو 10 ملايين 10 ملاير في 2025 عشر ملاير وفي 2026 عشر ملاير عندما ينقاضي 2026 نكونو زدنا نكونو انتقلنا من 200 مليار إلى 200 مليار 230 وين رايح 400 وين أين وين يقول لك ننتقلو إلى نولو بلد امرجان ماوش انسو ديفلوبمون والله انواد ديفلوبمون كما يقولوها يعني متخلف صح ناشئ بلد ناشئ يعني تحسب بلد ناشئ ماوش عارف البلدان الناشئة الآن قليلة هاي اللي هي البلدان الناشئة تحسب بلد ناشئ كارثة وانا نسمح فيه تذكرت أيام القدافي بتسعينات عندما كنت بالسفارة الجزائرية في ليبيا وكان عندي أنا الملف الثنائي علاقات الليبية الجزائرية عندي أنا وبالتالي أنا لازم نسمع خطابات القدافي تذكرت خطابات القدافي يقول أي شيء والصحفيين تعوا أسوأ منه ما هذا ولا أسوأ منهم ويسمعوا الناس أي شيء والناس تضحك نحن كدبلوماسيين نضحكوا معنى نحن هنا جيران ومسلمين وعرب ومش عارف وخاوة وكل طبعا الأجانب دبلوماسي الأجانب يموتوا بالضحك كي يخطب القدافي أنا متأكد بالدبلوماسيين اللي مقيمين في الجزائر لأنهم لازم يسمعوش يقول رئيس الدولة ويبعثوا تقاريرهم مش برك يموتوا بالضحك بل لكن البعض منهم يموت بالضحك ومنش عارف كيش ما يبحث على حاجة يشربها ولا هذا منين جابوه هذا؟ هذا منين جابوه؟ يقول أنه نسبة النمو 4.2% وهي نسبة مبالغ فيها لكن حتى لو صح بعدين يجي يقول لك هذا رقم رياضي رقم حسابي يجي يقول لك باللي راح ينتقل من مئتين مليار لأنك الآن كنت تكتب بي بي الجيري اكتبها بالانجليزية بالعربية دخل الخام الجزائري أو الناتج المحلي الجزائري اكتبها هذا بالعربية الناتج المحلي الجزائري بالفرنسوية بروديو انتيرير بريت وبالانجليزية جي دي بي المحلي الجزائري بالفرنسوية بأي الأخرى سيعطي لك ويقول لك بأن الجزائر في 2022-2023 كانت ما بين 160-180-184 لكن احنا هنا وضعناها 200 وهو يقول راح نوضعها في الرقم يصل 400 معنى راي يقول باللي كان 200 صدقوني اللي راهم مراقبين في الداخلون في الخارج راهم يقولوا هذا الشعب ويش دار في حياته بش يبتلى بشخص مثل هذا هذا لازم يخذوه إلى مستشفى المجانين أو يخذوه إلى أي مكان هذا اللي قال أوروبا ديمقراطية الأوروبية خرجت من عندنا قال إحنا عندنا أفضل منظومة صحية في إفريقيا وفي المغرب العربي قال باللي إحنا ما نش عارف كوارث كوارث اليوم هو يقول باللي الفلاحة 35 مليار دولار وبعدين يقول ما عندناش أدوات على حساب ما عندناش إحصائيات الآن يقول باللي في من هنا المنتصف الـ 2026 راح نونفا دوبلي هذا هذا مرض يسموه مرض هذا استميقالو ميتو مان مرض بالكذب يعيش أحواء هكذا يعيش في عالم آخر وفرحان بأن الأسعار في رمضان هذا جيدة ورحيمة وإن شاء الله ويتمنى أن الأسعار تستمر طول العام والناس تعيش أغلبية الجزائريين يعيشون في حالة فقر بعضهم في حالة بؤس والله يرسلوني بعضهم والله الحجر يبكيه أين آن بهم الحل كين ليجعون ولو كان ما يجيبونهم جيرانهم ولا يجيبونهم ليعرفوهم ولا يروحوا يطلبوا والله ما يكلوش طبعا كينين آخرين مساكن يعني تلقى ثلاثة أو أربعة يخدموا في الدار ويقدروا يمشوا الأمور أو المرأة والراجل يخدموا يقدروا يمشوا الأمور بشوية سلف وبشوية هنا والمرأة تلقى تحبر وتحير ولازم كيفاش تدير ومانيش عارف باش كاش ما تمشي لأن كثير من الأسر هدمت وكسرت بسبب المادة بسبب ما كانش الدخل بسبب الفقر وكذا الفقر أن يكون كفرا لكن لما يعود عندك واحد مثل هذا مش فقط تكون فقير لكن يجي جنك لأنه يحدثك باللي الأمور ماشية والأسعار مليحة وكانت في متناول الجميع ويجي يقول لك باللي راح في ثلاث سنين يضاعف الدخل الخام دخلت على الجزائر في 2012-2013-2014 وتخدر ترجع والإحصائيات كان شوي أكثر من اللي رانا الآن كان ميتين واثناش ميتين وعشرين ميتين وعشرة مليار دولار ألا لأن البترول كان نصل إلى 150 دولار آنذاك فقط لكن مع ذلك الدخل آنذاك راه أكثر من اللي راه الآن إذا لقيت وقت في اللايب القادم نعود نرجع للكوارث أخرى في المجال الداخلي لكن دعونا الآن لأنها عصلا رانا شوية متأخرين دعونا نروح للملف والأثنين من الملفات الخارجية للا تقل بؤسا نظري أكثر من الليلة نظري أكثر من اللايب القادم للملفات الخارجية أنظري أدن عن الليلة ترجمة نانسي قنقر 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 وليش عندنا فيها قيمة منظمة الوحدة الإفريقية كموش جنو إفريقيا كورا ما عندناش فيها قيمة هذه منظمات تافهة فارغة ما عندنا حتى قيمة يعني طبعا بعض خاوتنا مسكين يقول لك هذا ركل ركل تمسنا في الجزائر رانا ننتقد في اللي يوصلوا الجزائر لهذا الحال لازم لك تفرق الجزائر ممش اللي يحكموها لا أمس ولا اليوم ولا غدوة الجزائر شيء واللي يحكموها شيء آخر عندما يكون الحاكم جيد فاسم الجزائر يرتفع عندما يكون الحاكم صالح نابع من إرادة الشعب يعرف وش يقول ما يبهدلناش مثل هذا الشخص لبلدية ما يقدرش يسيرها يرتفع اسم الجزائر عندما يكون أمثاله طنعار اسم الجزائر إذا كان الروس اللي بيعونا 85% مسلاح قالوا ما عندهم لا هيبلا تأثير بالآخر يوش يقولوا رأي نخلي الملف الخارجي اللي أنا نقتربهم ساعتين لكن خليني نختمله بحاجة قالها وسمعناها من قبل خليني نسمعوه شي يقول ما يحميهم إن شاء الله لا يحمي شبابنا أنا في البرنامج أعوذ بالله من قولتنا برنامج الانتخاب انتاعي ركزت وقلت أنا ذاك نستمسخر قال إنسان شايب يقول هذا الكلام هذا قلت أنا مرشح للشباب تعال الشباب والمجتمع المدني قلت للشباب أنا نلتز معكم بلي نعطيكم السلطة أنا نعطيها لكم من حقكم وراني توسكوشوان ترانتفال باش نعطيهم السلطة لأنها هما الأغلبية تحد البلاد هذه ناس خرين تعشوا كرتيل كرتيلة في السفارات الأجنبية ما زالوا يهضروا ديهم خلها أصبرها خللي الشباب خللي الشباب خللي الشباب يستفات خللي الشباب خللي الشباب يستفات خللي نشوفوا واحد آخر كان قال هذا الكلام من قبله من إلى أن أنا أصاعد أرجو من الشباب أن يعملوا أكثر فأكثر من خلال الجمعيات والأحزاب من خلال المنظمات الوفانية أن يتشجعوا ونظموا أنفسهم الاستقبال ما يأتيهم من مسؤوليات في العهدات المقديمة فجيلي طاب جنانو طاب جنانو طاب جنانو جيلو طاب جنانو ويخوفون كما تعرفون بودفليقة هذا كان آخر خطاب له هذا الخطاب كان في ثمانية مايل 2012 في السطيف كان قمة النفاق كان فيه قمة النفاق فأراد ربي باش يقول له آخر خطاب تلقيه ويسمعك فيه الناس هو هذا طبعا بعده بقى سبع سنوات ولو كان مخرش الحراك وأطاح به لو كان القايد صالح كان راح في المهرجان الانتخابي كما كان يقول إذن هذا المقبور تبون تربية هذا المقبور وكان معاه طول الوقت هو أيضا قال تخيلوا أن في هذا الخطاب اللي قال فيه طاب جناني جرت انتخابات بعدها بيومين سموها انتخابات تشريعية عشر مايل 2012 طبعا انتخابات لا قيمة لها لكن شكون عين شكون الشاب اللي عينه على رأس المجلس الوطني الشعبي كما يسموه المجلس عين واحد عمره آنذاك 74 سنة العربي ولد خليفة من موليد 38 يعني صغير على بودفليقة بعام بودفليقة يقصد بالشباب أنه يكون أصغر منه ففي قمة النذالة انتعه والاستهزاء بالشعب الجزائري في خطاب قبل بيومين يقول قبل الانتخابات كما يسموها يقول راح نسلمه المشعل الشباب وحنا جي لنا طاب جنانه بعدها بعد ذلك الخطاب بأربعة أيام يعين العربي ولد خليفة وكان العربي ولد خليفة يومها أكبر شخص سنا في ذلك كما يسمى بذلك البرلمان نفس الحكاية مع تبوع نفس الحكاية والدليل الدليل أنه راح العهدة ثانية كم عمره؟ عمره 79 سنة عمره 79 سنة ورح العهدة ثانية شينجريحة كم عمره؟ 79 سنة بعض الجنيرالات كانوا عمرهم كان لي عمرهم 80 سنة كان لي عمره 90 سنة بنعلي بنعلي صالح قوجيل كم عمره؟ بعض خاوتنا يقول لك من زمن ديناصوري فات 90 سنة هاو الشباب هاي الشباب اللي يقولوها وهاو الشباب الحقيقي وش يقول له السلام عليكم خوتي الله يرحمنا لديكم بارتاشر الفيديو هذا المكسيموم حبيت بك اللحق ميصاج المسؤولين والوالي الأمر راكم تشوفوا البحرون شاو يخرجوا لا 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 ولا كود روحكم عميان يقول البحر الناس ما يشتخرج في الحواد هم يخرجوا في العيباد سبعة في جيجل خمسة في سكيكدا ستة في وهرن ثلاثة في بداية ربعة في برج البحري أرجي بلاج نقولكم حاجة وكيلو ربي لي كان السبعة وكيلو ربي لي كان فيها سبعة وتحاسبوا كعكي ما راكم عند ربي الملتقى أخوتي عند ربي تلتقي الخوصة هاو الشباب بين الحرقة والهربة والغبرة والاقتيلة وشفتوا واشترامة بين قصمطينا وعنابة قبل يومين هاو الشباب بين المخدرات التي تملأ البلاد بين الضياع ويجي يخرج لكتبون ومعها الزوج يسمون روحهم صحفيين ويقولوا العام هذا رحمة الأسعار متناول جميع حتى تبون يقولوا ايه ما ان شاء الله هذه الأسعار ما تكونش في رمضان برك تستمر طول العام وهو المشعر اللي يسلموا للشباب راح العهدة ثانية ما علقتش عليها مازان خليها لللايف القادم وراح نجيب الخبث انتاء وهو يتحدث على الانتخابات وكيفاش يكذب أيضا وكيفاش العهدة الثانية أصبحت ثابتة ونناقشوا بعض الملفات اللي طرحها في قضية الساحل والإمارات وخوفهم ورعبهم مازال من الإمارات رغم كل شيء بالرغم من أن هذه المرة أرفع قليلا الصوت ألقاكم إن شاء الله في لايف قادم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته